فنانين وفنانات كروشي ازيكم واهلا بكم في قناة لاسا كروشي اتمنى تكونوا دايما في احسن صحة واحسن حال دايما احب ابدأ بنا نشكركم على اللايك والشير والسابسكرايب النهاردة معانا بطرون المفرش التحفة ده وانا استعملت خيط اليسديفة اخد تقريبا مية وعشرين جرام واستعملت معاه ابرة مقاس اتنين وهو عرضه تقريبا قطر المفرش تقريبا ستين سنتي بعد البلوكينج واتمنى البطرون يعجبكم وتنفزوه ونبدأ مع بعض هبدأ بعمل عقدة بداية عادية باي طريقات رياحك وهعمل ستاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر تلاتاشر سلسلة بايت عندي دايرة ممكن برده نبدأه بدايرة زحرية لو تحبي على حسب اللي رياحك هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبين وهعمل جوه الدايرة اتنين و تلاتين عمود بلفتين العمود بلفتين هو ان انا باخد لفتين على الابرة ويبادخل جوه الدايرة اسحب خيط واطلع كده معي اربع حلقات على الابرة الابرة اسحب خيط واطلع من اول حلقتين اسحب خيط واطلع من تاني حلقتين اسحب خيط واطلع من اخر حلقتين كده عندي دا اول عمود بلفتين هكمل كده هعمل لغاية لما اوصل لاثنين و تلاتين عمود عمود بلفتين عملت كده اتنين و تلاتين عمود بلفتين هقفل في اول عمود عملته بمنزلقة بالشكل دا الدور الجديد هبدأ بارتفاع اتنين سلسلة غير محسوبين و هعمل في العمود اللي انا فيه في نفس الغرزة اللي انا فيها هعمل عمود بلفتين وسلسلة بعد العمود في العمود اللي بعده او في الغرزة اللي بعدها هعمل برضو عمود بلفتين وسلسلة الدور دا كله هكمله كده في كل غرزة هحط عمود بلفتين وسلسلة واحدة وهكذا في الغرزة اللي بعدها في نهاية الدور هيبقى عندي اتنين و تلاتين عمود بلفتين بين كل عمود والتاني فيه سلسلة واحدة فراغ هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم في نهاية الدور هقفل بمنزلقة في اول غرزة الدور الجديد هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبين يعني مش هشتغل فيهم بعد كده وهعمل عمود بلفتين خلفي ازاي عمود بلفتين خلفي باخد لفتين على الابرة بدخل من ورا الشغل من ورا الشكل ده وانا ده العمود اللي انا هشتغل فيه هنا هدخل اخلي العمود كده العمود هو اللي ورا الابرة اسحب خيط خيط واطلع اسحب خيط واطلع من اول حلقتين اسحب خيط واطلع من تاني حلقتين اسحب خيط واطلع من اخر حلقتين واثنين سلسلة العمود اللي بعده هكذا عمود بلفتين ادخل من ورا اخلي العمود تحت الابرة اسحب خيط واطلع اسحب خيط واطلع اسحب خيط واطلع اسحب خيط واطلع من اول حلقتين تاني حلقتين اخر حلقتين اتنين سلسلة عمود بلفتين كمان العمود اللي بعده هدخل من ورا اسحب خيط واطلع اسحب خيط واطلع وهكذا واثنين سلسلة يبقى الدور ده كله عمود بلفتين خلفي عمود خلفي واثنين سلسلة عمود بلفتين خلفي في كل عمود عندي واثنين سلسلة هكمل كده لنهاية الشغل نهاية الدور ده وارجع لكم في نهاية اه الدور بعد اخر عمود اه خلفي عمود بلفتين خلفي اتنين سلسلة وهقفل بمنزلقة في اول عمود خلفي انا اشتغلته منزلقة بالشكل ده الدور اللي جاي هعمل منزلقة كمان في اه فراغ الاتنين سلسلة وهرتفع اتنين سلسلة غير محسوبين اه هشتغل جوه الفراغ اه عمود اه بلفتين غير مكتمل يعني هاخد حلقتين على الابرة وفي نفس الفراغ اللي انا فيه ادخل اصحب خيط واطلع اصحب واطلع من اول حلقتين وتاني حلقتين واخلي اه اخر حلقتين هما اللي معايا على اه الابرة ما اقفلهمش بالشكل ده ده كده عملت اول عمود بلفتين اعمل عمود تاني غير مكتمل برضو عمود بلفتين غير مكتمل بخلي برضو اخر حلقتين على الابرة وتالت عمود غير مكتمل معايا كده اربع حلقات على الابرة اسحب خيط واطلع من الكل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهروح على الفراغ اللي بعده اعمل نفس اللي عملته عمود بلفتين غير مكتمل واحد ده التاني نعمل التالت واحد اتنين كده تلات عمودة غير مكتملة اسحب خيط واطلع من الاربع حلقات وتلاتة سلسلة وهكذا في كل فراغ من اتنين سلسلة هشتغل عمود غير مكتمل او عمود مجمع من تلاتة عمودة بلفتين وبين كل مجموعة والتانية في تلاتة سلسلة فراغ هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية الدور وارجع لكم في نهاية الدور هقفل بثلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ومنزلقة في اول عمود مجمع انا اشتغلته بالشكل ده الدور اللي جاي هعمل منزلقة كمان في فراغ التلاتة سلسلة وهارتفع سلسلة واحدة وهعمل غرزة حشو في في نفس الفراغ دي كده اول غرزة عندي اللي هقفل بها اللي هقفل بها الدور دلوقتي هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة حشو في فراغ التلاتة سلسلة اللي بعده وهكزا واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة حشو في فراغ السللاتleri واحد اتنين تلاتة اربعة حشو في الفراغ اللي بعدها وهكزا دور سهل جدا عبارة عن حشو اربعة سلسلة حشو اربعة سلسلة في كل فراغ فراغ التلاتة سلسلة من الدور اللي فاته هكمل كده وارجع لكم في نهايت الدور هقفل باخر اربعة سلسلة. ومنزلقة في اول غرزة حشو. انا بدأت. بيها. بالشكل ده. للدور الجاي هبدأ باعمل منزلقة في فراغ الاربعة سلسلة. وهرتفع سلسلة واحدة غير محسوبة. وهعمل في نفس الفراغ. غرزة عمود بلفة واحدة. واربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. في الفراغ اللي بعده. هعمل عمود بلفة. اربعة سلسلة. الفراغ اللي بعده. عمود بلفة. اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. في كل فراغ. هعمل عمود. في اربعة سلسلة. وعمود في الفراغ اللي بعده. وهكزا. لنهاية الدور. في نهاية الدور. بعد اخر اربعة سلسلة. هعمل منزلقة في اول عمود. اشتغلته. الدور الجاي. هبدأ باعمل منزلقة في فراغ الاربعة سلسلة. هرتفع سلسلة واحدة غير محسوبة. في نفس الفراغ. هعمل اتنين عمود. واحد. اتنين. بعد تاني عمود هعمل غرزة آآ بيكو. غرزة البيكو عبارة عن تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. بدخل في اول سلسلة. اعمل منزلقة. بالشكل ده. وفي نفس الفراغ هكمل هشتغل اتنين عمود كمان. واحد. اتنين. بعد كده هشتغل سلسلة واحدة. واللي عملته في فراغ الاربعة سلسلة هنا. هكرره تاني. اتنين عمود. واحد. اتنين. غرزة بيكو من تلاتة سلسلة. منزلقة في اول سلسلة. واتنين عمود. في نفس الفراغ. واحد. اتنين. وسلسلة بين كل مجموعة والتانية. في الفراغات. هكمل كده بنفس الطريقة. الفراغ في اتنين عمود. غرزة بيكو اتنين عمود. وسلسلة. واكرر الشغل في الفراغ. في نهاية الدور بعد اخر مجموعة. اخر عمود عندي. المفروض بعمل بعدي سلسلة ومنزلقة. لا مش هعمل سلسلة. هو مش هعمل منزلقة. هروح على اول عمود اشتغلته. هعمل فيه غرزة حشو. ليه? علشان انا عايزة اكون واقفة. كاني في النص بين. يعني انا عايزة ابدأ اشتغل من الفراغ السلسلة. دلوقتي هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبين. واحد اتنين. في الفراغ اللي بين اه او المفروض اللي هو السلسلة اللي بين المجموعة دي والمجموعة دي. هعمل عمود بتلت لفات. معايك التلت لفات على الابرة. هدخل في نفس الفراغ اللي انا فيه اللي هو بين المجموعتين. واسحب خيط واطلع. هسحب خيط واطلع من اول حلقتين. كده معايا اربع حلقات. هسحب خيط واطلع من تاني حلقتين. هسحب خيط واطلع من تالت حلقتين. معايا حلقتين على الابرة. هخليهم معايا. وهاعمل عمود بتلت لفات كمان. في فراغ السلسلة اللي جاي. اللي بين المجموعتين اللي جايين. وبرضو مش هكمله. هزيب اخر حلقتين على آآ الابرة. دول كده تاني حلقتين. تالت حلقتين. معايا تلت حلقات على الابرة. هسحب خيط واطلع من التلات حلقات مع بعض. بعد كده هعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ستة. وهروح على في نفس الفراغ اللي انا فيه ده هنا. اللي عملت فيه العمود بتلت لفات. هعمل عمود كمان. وماكملوش للاخر. بخلي اخر حلقتين معي على الابرة واخد تلت لفات وبروح على فراغ السلسلة اللي بعده. اعمل فيه عمود بتلت لفات غير مكتمل لغاية لما اوصل يبقى معي تلت حلقات على الابرة. اسحب خيط واطلع من الكل. ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. في نفس الفراغ ده اللي انا عملت فيه اخر عمود بتلت لفات. اعمل فيه عمود كمان. وماكملهوش للاخر. عمود تاني فيه الفراغ اللي بعده. معي تلت حلقات على الابرة اسحب خيط واطلع من الكل. ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة. عمود بتلت لفات فيه نفس الفراغ اللي فيه اخر عمود عندي. معي حلقتين اخليهم. ااخد تلات لفات على الابرة. اروح على الفراغ اللي بعده. الفراغ السلسلة اللي بين المجموعات. معي تلت حلقات على الابرة. اسحب خيط واطلع من الكل. وستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهكزا. بالشكل ده. هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم نقفل مع بعض. فيه اخر جزء في الدور. عملت هنا العمود بتلات لفات. غير مكتمل لسه ما خلصتوش. هعمل العمود التاني فيه اول مكان انا اشتغلت فيه. المكان اللي انا بدأت منه. وهعمل اخر عمود وهقفل العمودين مع بعض. بعد كده الستة سلسلة مش هعمل ستة سلسلة هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهعمل عمود بلفة فيه اول عمود آآ بتلات لفات انا اشتغلتو. علشان برضو عايزة اكون وقفة فيه منتصف الفراغ بتاع الستة سلسلة. دلوقتي هرتفع سلسلة واحدة في نفس الفراغ هعمل تلاتة عمود. واحد. اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة في الفراغ اللي بعده تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة الفراغ اللي بعده. واحد اتنين تلاتة عمود. عمود بلفة عادية تلاتة سلسلة. وهكزا. لنهاية آآ الدور تلاتة سلسلة. هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم. في نهاية الدور ده هقفل بآآ تلاتة سلسلة ومنزلقة في اول عمود عملته. بالشكل ده. في الدور اللي جاي هرتفع سلسلة واحدة غير محسوبة وهعمل في اول عمود. في اول عمود عندي. هعمل عمود بلفة امامي. عمود بلفة امامي. الامامي بنشتغله ازاي? باخد الخيط على الابرة. وبنزل تحت العمود. الخطاف او الابرة بتاعتي بتبقى تحت العمود. بسحب خيط واطلع. معي التلات حلقات زي العمود العادي. اسحب خيط واطلع من اول حلقتين. اسحب خيط واطلع من تاني حلقتين. في العمود اللي بعده هعمل تزايد بس برضو بالعمود الامامي. هاخد خيط وهشتغل عمود امامي. وفي نفس الغرزة او في نفس العمود هعمل عمود الثاني امامي. كده بقى عندي في العمود ده اتنين. وفي اول عمود في واحد. في العمود التالت هعمل عمود امامي. واحد بس من غير تزايد. يبقى تزايد هيبقى في العمود اللي في النص العمود التاني. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهكرر في اول عمود عمود امامي. في تاني عمود هعمل تزايد بعمود امامي. يعني اتنين عمود امامي في نفس الغرزة. والعمود التالت هعمل في عمود امامي واحد. تلاتة سلسلة. واكرر. يبقى كل التلاتة اعمدة دول هيبقوا خم هيبقوا اربع اعمدة. هيبقوا اربع اعمدة. اربع اعمدة امامية. هكمل كده لنهاية الدور. وارجع لكو بين كل مجموعة وتانية في تلاتة سلسلة. في نهاية الدور هعمل تلاتة سلسلة. وهقفل بمنزلقة في اول عمود امامي. بدأنا بالدور. الدور هحتاج لكل فرع مجموعتين. يعني دي مجموعة ودي مجموعة. دول هيعملوا فرع واحد. وبعد كده الاتنين اللي بعدهم فرع. والاتنين اللي بعدهم فرع. طيب هشتغل ايه في الفرع ده. وهشتغل ايه بين كل فرع والتاني. هنشوف. هبدأ بارتفاع سلسلة واحدة غير محسوبة. وهعمل عمود امامي في اول عمود امامي عندي. والعمود اللي بعده عمود امامي برضه. واللي بعده امامي. واللي بعده عمود امامي برضه يبقى عندي اربعة عمود امامي. في منتصف او بين المجموعة دي والمجموعة دي في ورقة الشجر الوحدة هعمل تلاتة سلسلة. حشو فيه فراغ التلاتة سلسلة. ثلاثة سلسلة كمان وأربعة عمود أمامي في كل عمود هيقابلني أعمل عمود أمامي اتنين تلاتة أربعة كده دول المجموعة دي الأربعة عمود أمامي والأربعة عمود أمامي دول وبينهم ثلاثة سلسلة حشو ثلاثة سلسلة دول كده عاملين أو هيبدأوا يكونوا لي أول فرع شجر طيب بين الفرع ده والفرع اللي بعده هعمل ثلاثة سلسلة بس واحد اتنين ثلاثة وهبدأ في الفرع الجديد عمود أمامي في كل عمود هيقابلني اتنين التالت الرابع في منتصف بين المجموعتين في الفرع الواحد هعمل ثلاثة سلسلة حشو في فراغ الثلاثة سلسلة ثلاثة سلسلة كمان وعمود أمامي في كل عمود هيقابلني الثالث الرابع كده أنا خلصت الفرع التاني أو ورقة الشجر التانية دي ورقة الشجر الأولانية دي ورقة الشجر التانية بين كل ورقة شجر واللي بعدها بعمل ثلاثة سلسلة بس من غير ما أعمل حشو وتلاثة سلسلة كمان هكرر كده بنفس الطريقة لنهاية الدور يبقى عندي في فراغ من فراغات التلاثة سلسلة الفراغ بعمل فيه تلاثة سلسلة حشو وتلاثة سلسلة الفراغ اللي بعده بعمل فيه تلاثة سلسلة بس الفراغ اللي بعده تلاثة سلسلة حشو وتلاثة سلسلة الفراغ اللي بعده تلاثة سلسلة بس هكمل الدور كله بالطريقة دي وارجع لكم في نهاية الدور طبعا عشان أتأكد أن الشغل بتاعي مزبوط لازم يكون العدد زوجي يعني هيتل عندي 16 فرع شجرة هقفل بتلاثة سلسلة واحد اتنين تلاثة ومنزلقة فيه أول عمود أمامي اشتغلته بالشكل ده الدور الجديد هبدأ بارتفاع سلسلة واحدة وعمود أمامي فيه أول عمود العمود اللي بعده عمود أمامي برضو اللي بعده عمود أمامي اللي بعده عمود أمامي بعد كده هعمل تلاثة سلسلة ده في الجزء اللي بين فرع ورقة الشجر الواحدة تلاثة سلسلة واحد اتنين تلاثة هاجي هنا في فراغ التلاثة سلسلة الأولاني هعمل عمود وماكملهوش أخلي معايا آخر حلقتين وأدخل فيه فراغ التلاثة سلسلة اللي بعده أعمل عمود برضو وماكملهوش وأقفل لما يكون عندي تلاث حلقات أقفل مع بعض وأعمل تلاثة سلسلة واحد اتنين تلاثة وأروح على أول عمود أعمل فيه عمود أمامي والتاني عمود أمامي الثالث والرابع يبقى فرع الشجر الواحد هشتغل فيه أربعة عمود أمامي ثلاثة سلسلة عمود غير مكتمل وعمود تاني غير مكتمل وأقفلهم مع بعض والتلاثة سلسلة وأربعة عمود أمامي بين كل فرع والتاني هشتغل تلاثة سلسلة بس واحد اتنين ثلاثة وأعيد اللي عملته فيه فرع أو ورقة الشجر الأولانية اتنين ثلاثة أربعة ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة عمود فيه أول فراغ من ثلاثة سلسلة ما كملهوش عمود تاني فيه تاني فراغ أدخلوا ما كملهوش أقفل العمودين مع بعض والتلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة فيه أول عمود أعمل عمود أمامي فيه كل عمود عندي هشتغل عمود أمامي كده خلصت فرع أو ورقة الشجر التانية بينها وبين الورقة اللي بعدها واحد اتنين ثلاثة سلسلة وأعيد كل اللي اشتغلته بالشكل ده هكمل كده لنهاية الدور وأرجع لكم في نهاية الدور اتناشر هقفل برضو بثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة ومنزلقة فيه أول عمود أمامي بدأت بالدور الدور اللي جاي هو تكرار للدور اتناشر بالزبط نفس كل اللي اشتغلته فيه الدور اللي فات هشتغلوا تاني الدور ده هرتفع سلسلة غير محسوبة عمود أمامي فيه العمود الأربع عمدة الجايين فيه كل عمود هشتغل عمود أمامي وتلاتة سلسلة واحد اتنين ثلاثة عمود غير مكتمل في أول فراغ وعمود فيه تاني فراغ غير مكتمل برضو معي تلات حلقات على الابرة اسحب خيطه اطلع من الكل تلاتة سلسلة وعمود أمامي في الأربع عمدة اللي جايين تلاتة سلسلة وابدأ أكرر نفس الشغل اللي عملته في ورقة الشجر دي هو هو نفس الدور اللي اشتغناه الدور اللي فت تكرر لي هكمل كده لنهاية الدور وارجع له نهاية الدور ثلاثتاشر قفلت بمنزلقة عملت ثلاثة سلسلة وقفلت بمنزلقة في أول عمود أمامي بدأت بيه الدور اللي جاي هبدأ بارتفاع سلسلة واحدة وهاعمل أنا عندي أربع عمدة هعمل تناقص في أول عمودين برضو عمود أمامي أسحب خيط وماكملهوش هعمل عمود في اللي بعده ثلاث حلقات على الإبر أقفلهم مع بعض وعمود في كل عمود من الاتنين اللي جايين عمود أمامي برضو احنا كل شغلنا في ورق الشجر هو عمود أمامي كده هنا بقى عندي ثلاث غرز أو ثلاث عمدة بعد كده ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة وهكرر نفس اللي بشتغله في الشغل اللي موجود بين ورقة الشجر نفسها عمود ماكملهوش في فراغ التلاثة سلسلة اللي بعده عمود ماكملهوش يبقى أنا في الفرع الواحد عملت تناقص هنا في أول عمودين وهنا في آخر عمودين ويعني تناقص عمودين ثلاثة سلسلة عمودين غير مكتملين مقفلين مع بعض ثلاثة سلسلة واثنين عمود وبعد كده تناقص بعد كده بعد كده هعمل سبعة آآ سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهروح على فرع الورقة الجديد أعمل في أول عمود وتاني عمود تناقص عمود أمامي في اللي بعده واللي بعده ثلاثة سلسلة عمود غير مكتمل في أول فراغ عمود تاني غير مكتمل في تاني فراغ أقفل الاتنين مع بعض ثلاثة سلسلة عمود أمامي في أول عمود عمود أمامي في تاني عمود وتناقص في العمودين اللي جايين اللي هم آخر عمودين في آآ فرع ورقة الشجر بعد كده سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وأعيد كل اللي اشتغلته تناقص وهكذا هكمل كده لنهاية الدور وأرجع لكم في نهاية الدور المفروض هقفل بسبعة سلسلة مش هعمل سبعة سلسلة هعمل آآ أربعة آآ سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وعمود في أول آآ غرزة تناقص عملتها في بداية الدور علشان برضو أكون وقفة في منتصف الفراغ الدور الجديد هبدأ بارتفاع اتنين سلسلة غير محسوبين وهعمل عمود بلفتين في نفس الفراغ اللي انا فيه عمود بلفتين ده أول عمود ويه هعمل عمود تاني بلفتين يبقى الفراغ السبعة سلسلة عملت فيه اتنين عمود بلفتين بعد كده هعمل آآ أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة وهروح على آآ آآ أول آآ أنا عندي هنا دول تلات أعمدة في بداية الفرع الشجرة أو ورقة الشجرة عندي تلات أعمدة هعمل تناقص في أول عمودين برضو آآ بشتغل فيه الجزء الأمامي أو يعني بشتغل عمود أمامي ومش بكمله باخد التاني معايا هقفل وعمود أمامي فيه العمود التالت بعد كده بعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ونفس الشغل اللي بنعمله عمود غير مكتمل وعمود تاني في الفراغ اللي بعده غير مكتمل هقفل الاتنين مع بعض تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهنا هعمل عمود أمامي واحد في أول عمود ويتناقص فيه العمودين اللي جايين برضو بالغرزة العمود الأمامي بعد كده بعمل أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة فيه العمود فيه فراغ السبعة سلسلة بعمل اتنين عمود بلفتين هادي أول عمود هادي تاني عمود بلفتين فيه فراغ السبعة سلسلة بعد كده بعمل أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة وبكرر كل اللي عملته تناقص في أول عمودين بالعمود الأمامي وتالت عمود بعمل فيه عمود أمامي عادي تلاتة سلسلة عمود عادي فيه أول فراغ تلاتة سلسلة مش بكمله عمود تاني فيه تاني فراغ تلاتة سلسلة ومش بكمله وبقفل الاتنين مع بعض تلاتة سلسلة بعد كده بعمل عمود فيه أول عمود عمود أمامي وتناقص فيه العمودين الأخرانيين بخليهم قرزة واحدة أو عمود واحد أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة فيه فراغ السبعة سلسلة بعمل عمود بلفتين الأولاني وعمود بلفتين تاني واحد اتنين وأربعة سلسلة وأكرر كل اللي اشتغلته هنا هكامل كده بنفس الطريقة وأرجع له في نهاية الدور هقفل بأربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة ومنزلقة في أول عمود بلفتين اشتغلته الدور الجديد هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبين وفي أول عمود عندي هشتغل دق عمود بلفتين هشتغل فيه عمود بلفتين بس أمامي وهعمل فيه التزايد يعني هعمل اتنين عمود بلفتين أمامي في نفس في نفس العمود بعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هروح على العمود الثاني عمود بلفتين الثاني هعمل فيه التزايد برضو بعمود بلفتين أمامي بالشكل ده بعد كده هعمل أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة هروح على أول عمودين عندي أمامي العمودين اللي متبقيين هنا هعمل فيهم عمود أمامي بس تناقص هخليهم هما الاتنين غرزة واحدة كده عموده مش بكمله في التاني عمود أمامي برضو ومش بكمله بقفل الاتنين مع بعض بعد كده فيه الفراغ اللي جاي من تلاتة سلسلة هعمل فيه اتنين عمود عادي واحد اتنين فيه غرزة العمود المجمع هعمل عمود فيه الفراغ التلاتة سلسلة اللي جاي هعمل اتنين عمود كده بقى عندي فيه منتصف فرع الشجرة ده بقى عندي خمس أعمدة عادية العمودين الأمامي اللي جايين هعمل فيهم تناقص بعمود أمامي زي ما عملنا فيه النحية التانية بعد كده اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وهنبدأ نعيد تزايد فيه اول عمود بلفتين أمامي كده انا بكرر نفس الشغل اللي بدأت فيه خمسة سلسلة عمود بلفتين أمامي فيه العمود التاني هادي واحد وادي التاني اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واكرر تناقص في العمودين الأمامي هخليهم عمود واحد أمامي فيه فراغ التلاتة سلسلة اتنين عمود عادي فيه غرزة العمود المجمع هعمل فيها عمود عادي فيه فراغ التلاتة سلسلة اتنين عمود وهكذا تناقص بالعمود الأمامي وهكذا لنهاية آآ الدور هكمل كده وارجع لكم في نهاية آآ الدور هقفل بأربعة سلسلة وهعمل منزلقة في أول عمود بلفتين أمامي اشتغلته بالشكل ده الدور اللي جاي هرتفع برضو اتنين سلسلة غير محسوبين وفي أول عمود عندي هعمل عمود بلفتين أمامي في العمود الثاني هعمل تزايد بعمود بلفتين أمامي برضو هدي أول عمود ده الثاني بعد كده بعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة فيه فراغ الخمسة سلسلة بعمل عمود بلفتين اتنين هعمل اتنين عمود بلفتين ده الاوليني وده التاني فيه فراغ الخمسة سلسلة تلاتة سلسلة اول عمود آآ امامي بلفتين هعمل فيه تزايد باتنين عمود بلفتين امامي في العمود اللي بعده هشتغل عمود واحد بلفتين امامي بالشكل ده بعد كده هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة عندي هنا عمود واحد امامي وخمس اعمدة عادية وعمود امامي هعمل عمود امامي تناقص في اول عمود امامي والعمود العادي الاولاني هدخل في اول عمود وكده معي تلات حلقات على الابرة اقفل الاتنين مع بعض كده عملت تناقص في اول عمود العمود الامامي والعمود العادي بعد كده التلات اعمدة اللي جايين هعمل فيهم في كل واحد فيهم عمود عادي يعني عمود بلفة واحدة امامي هيبقى عندي تلاتة عمود امامي اخر عمود مع العمود الامامي هشتغل فيهم تناقص بعمود امامي بنهاية الجزء ده يبقى هنا عندي خمس اعمدة امامية بعد كده هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هكرر كل اللي عملته عمود بلفتين امامي في اول عمود العمود اللي بعده هعمل فيه تزايد عمود بلفتين امامي والتزايد بتاعه عمود تاني بلفتين امامي في نفس الغرزة تلاتة سلسلة فيه فراغ الخمسة سلسلة هعمل اتنين عمود بلفتين تلاتة سلسلة انا برضو كده بكرر فيه الاول عمود عندي بلفتين هعمل عمود التزايد اتنين عمود بلفتين امامي هادي واحد هادي التاني في العمود اللي بعده هعمل عمود واحد بعد كده اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واكرر تناقص في اول عمود مع تاني عمود مع تاني عمود هقفلهم مع بعض هزا اربعة سلسلة واكرر كل اللي اشتغلته هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر في نهاية السطر هقفل باربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة ومنزلقة في اول عمود بلفتين امامي بدأت بيه الدور الجديد هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبين وعمود بلفتين امامي في كل عمود بلفتين عندي من الدور اللي فات عندي تلاتة عمده بلفتين في كل واحد فيهم هعمل عمود بدون لا تناقص ولا تزايد بالشكل ده بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة في العمودين اللي جايين عندي هعمل في اول عمود آآ تزايد بعمود بلفتين امامي امامي مش عادي تاني عمود او التزايد الامامي بعمود بلفتين بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وتزايد بعمود بلفتين امامي برضو في العمود التاني بالشكل ده بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة عمود امامي بلفتين في كل عمود من الدور اللي فات تلاتة عمودة بالشكل ده بعد كده هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وهعمل عمود امامي مجمع في الخمس اه اعمدة اللي موجودين عندي ادي اول عمود ومش هكمله التاني ومش هكمله للاخر التالت مش هكمله للاخر الرابع مش هكمله للاخر والخامس والاخير مش هكمله للاخر كده هيبقى معايا تنين اربعة ستة حلقات على الابرة هسحب خيط واطلع من الكل واربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة و اكرر كل اللي عملته عمود امامي في عمود بلفتين امامي في كل عمود من التلاتة اعمدة وهكذا اكرر كل اللي عملته هنا لغاية نهاية اه الدور في نهاية الدور هقفل باربعة سلسلة وغنزلقة في اول عمود بلفتين امامي بدأت بيه الدور الدور اللي جاي هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبة وفي اول عمود بلفتين امامي او الغرزة عندي هشتغل فيها عمود بلفتين امامي والعمود والعمود اللي بعده برده عمود بلفتين امامي والتالت برده عمود بلفتين امامي بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة اول عمود عندي هشتغل فيه تزايد يعني اتنين عمود بلفتين امامي في اول عمود وفي العمود اللي بعده عمود بلفتين امامي واحد بس بدون تزايد بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفي فراغ الخمسة سلسلة هعمل اتنين عمود بلفتين بالشكل ده بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة في اول عمود عندي هعمل عمود بلفتين امامي في العمود التاني هعمل تزايد عمود بلفتين ده الاولاني وده التاني في نفس المكان عشان هعمل التزايد بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفي كل عمود من الثلاثة عمودة اللي جايين هعمل عمود بلفتين امامي بالشكل ده بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهتخطى الجزء ده خالص مش هشتغل فيه تاني هروح على اول تلاتة اعمدة هنا هشتغل عمود بلفتين امامي في كل عمود وكده انا بدأت اكرر نفس اللي عملته هنا هكرره هنا تاني كده خلاص الجزء بتاع ورقة الشجرة ده خلص بين الجزء ده واللي بعده تلاتة سلسلة واقرر نفس الشغل هكمل كده لنهاية الدور وارجع لك في نهاية الدور هقفل بيه تلاتة سلسلة ومنزلقة في اول عمود بلفتين بدأت بيه الدور الدور الجاي هبدأ بارتفاع اتنين سلسلة غير محسوبة وهعمل تناقص في اول عمودين برضو بعمود بلفتين امامي اول عمود مش هكمله للاخر اخد حلقتين على الابرة هدخل تحت العمود التاني معي تلات حلقات اطلع من الكل عملت تناقص في اول عمودين العمود اللي جاي عمود بالتناقص بلفتين امامي بعد كده هعمل اه اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة في التلاتة عمودة اللي جايين هشتغل عمود بلفتين امامي في كل عمود ما فيش تزايد ولا تناقص ثلاث 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 اول عمود بلفتين عندي هشتغل في تزايد عمود بلفتين امامي ده الاولاني وده التاني في نفس العمود بعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وتزايد في العمود اللي بعده اتنين عمود بلفتين امامي بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وده الاربعة في التلاتة اعمده اللي جايين هشتغل في كل عمود عمود بلفتين امامي ما فيش تزايد وما فيش تناقص في التلاتة اعمدة دول بعد كده هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وهعمل آآ عمود آآ امامي عمود بلفتين امامي في اول عمود يقابلني من التلات عمدة اللي جايين وفي العمودين اللي جايين هعمل فيهم تناخص بعمود بلفتين امامي معي تلات حلقات اسحب من الكل واطلع هروح بعد كده على الآآ الثلات عمدة اللي جايين مش هعمل فراغ بين المجموعة دي والمجموعة دي هروح على طول اعمل تناقص في اول عمودين بعمود بلفتين امامي والعمود اللي بعده عمود بلفتين امامي وهكذا انا بدأت كده اكرر كل اللي عملته هنا يعني المجموعة دي هشتغلها في كل المجموعات وما فيش فراغ بين المجموعة دي واللي بعدها بشتغل على طول هكمل كده لنهاية الدور وارجع في نهاية آآ الدور بعد آآ اخر تناقص عملته هعمل منزلقة في اول تناقص بدأت بيه بالشكل ده بعد كده همشي عندي آآ غرزة العمود آآ بلفتين امامي واربع آآ سلاسل هعمل منزلقات في في العمود بلفتين وفي كل سلسلة من الاربع سلاسل. لغاية لما اوصل لاول عمود بلفتين امامي. انا كده فوق اول عمود بلفتين امامي. هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبة. وفي كل عمود من الثلاثة اعمدة دول هعمل عمود بلفتين امامي. ما فيش تزايد. في الجزء ده او تناقص. كل عمود فوقيه اه عمود بلفتين. بالشكل ده. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. في اول عمود هعمل تزايد. عمود بلفتين امامي. و تاني عمود للتزايد. في العمود اللي بعده. التاني هعمل عمود واحد. بلفتين. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. في فراغ الخمسة سلسلة. هشتغل اتنين عمود بلفتين. واحد. اتنين تلاتة سلسلة. في اول عمود. هعمل عمود واحد بلفتين امامي. في تاني عمود هعمل تزايد. هدي اول عمود. وده تاني عمود في نفس الغرزة. او في نفس العمود اللي انا شغالة فيه. بعد كده هعمل. تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. فوق كل عمود من التلاتة اعمدة. آآ اللي جايين. هشتغل عمود بلفتين امامي. من غير تزايد. او تنقص. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة. اربعة سلسلة. بعد التلاتة اعمدة. دول بعمل اربعة سلسلة. بعد كده بعمل عمود بلفتين مجمع من اربعة اعمدة. انا عندي ده. هنا دول عمودين. ودول عمودين. فهعمل. عمود بلفتين. في اول عمود. برضو امامي. وما كملهش للاخر. العمود اللي بعده. بلفتين امامي وما كملهش للاخر. العمود اللي بعده. بلفتين امامي وما كملهش للاخر. اخر عمود عندي. عمود بلفتين امامي وما كملهش للاخر. معايا اتنين اربعة خمس حلقات على الابرة. اسحب خيط واطلع من الكل. بالشكل ده. بعد كده اعمل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. واعيد نفس الشغل اللي بدأت بيه. في كل عمود من الثلاثة عمودة اللي جايين. عمود بلفتين امامي. في كل عمود. وكده انا بكرر. نفس اللي اشتغلته هنا. هكرره تاني. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية الدور وارجع. في نهاية الدور. هقفل باربعة سلسلة ومنزلقة. في اول عمود بلفتين امامي. بدأت بالدور. الدور اللي جاي. هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبين. وفي الثلاثة اعمدة اللي عندي. هشتغل فيهم آآ عمود مجمع. عمود بلفتين مجمع في الثلاثة اعمدة او يعني هعمل تناقص. في الثلاثة اعمدة. مع بعض. اخر عمود. معي كده اربع حلقات. اسحب خيط واطلع من الكل. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. في الثلاثة اعمدة اللي جاية هعمل آآ عمود امامي. عمود بلفتين امامي في كل عمود فيهم. ده التاني. والتالت. بالشكل ده. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. في اول عمود آآ عندي هنا. هعمل عمود امامي. بعد العمود ده هعمل اربعة. عمود بلفتين امامي. بعد كده اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. في كل عمود من الثلاثة اعمدة اللي جايين. هعمل عمود امامي بلفتين. التاني. والتالت. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. هعمل عمود مجمع في الثلاثة اعمدة اللي جاية او تناقص في الثلاثة اعمدة اللي جاية. اخليهم عمود آآ واحد بلفتين. امامي. تالت عمود. بالشكل ده. بعد كده هعمل سبعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بتجاهل كل الغرزة اللي في النص. وبروح على اول تلاتة اعمدة. اعمل فيهم تناقص. او عمود بلفتين مجمع. والعمود اللي بعده. وهكزا. كده انا بدأت ارجع اقرر تاني الشغل اللي بدأت بيه. بين المجموعة دي والمجموعة اللي بعدها في سبعة سلسلة. هكمل كده لنهاية الدور. وارجع لكم. في نهاية الدور هقفل بسبعة سلسلة ومنزلقة في اول عمود مجمع. آآ بدأت بيه الدور. دلوقتي همشي منظلقات في السلاسل اللي جاية لغاية لما اوصل لأول عمود لفتين امامي. بالشكل ده. هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبة وفي كل عمود من الثلاث اعمدة هعمل عمود بلفتين امامي. بعد كده. هشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. في اول عمود بلفتين امامي هيقابلني. هعمل في عمود بلفتين امامي. وسلسلة. في فراغ الاربعة سلسلة هعمل. عمود بلفتين. وسلسلة. عمود تاني بلفتين. وسلسلة. عمود تالت بلفتين وسلسلة. عمود رابع بلفتين وسلسلة. وعمود امامي في العمود الامامي من الدور اللي فات. عمود بلفتين امامي. يبقى هنا اشتغلت عمود بلفتين امامي. سلسلة. عمود بلفتين سلسلة. عمود بلفتين سلسلة. عمود بلفتين سلسلة. عمود بلفتين سلسلة. وعمود بلفتين امامي. يبقى عمود بلفتين امامي. اربعة عمود بلفتين. في فراغ الاربعة سلسلة. بين كل عمود والتاني فيه سلسلة فراغ. وعمود بلفتين امامي في العمود اللي تحت. دلوقتي هشتغل اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. اه في اه التلاتة عامدة اللي جايين في كل عمود هشتغل اه عمود بلفتين امامي. زي النحية اللي بدأنا بها. بعد كده هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. حشو فيه فراغ السبعة سلسلة. خمسة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهروح على التلاتة اعمدة. اعمل فيه كل عمود فيهم عمود بلفتين امامي. ما فيش هنا تزايد او تناقص. وكده انا بكرر نفس اللي اه اشتغلته هنا. همشي كده بنفس الطريقة. وارجع لكم. في نهاية الدور هقفل بخمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وآآ منزلقة في اول عمود بلفتين امامي. اشتغلته. الدور اللي جاي هو اخر آآ دور. هبدأ بارتفاع اتنين سلسلة غير محسوبة. وهعمل تناقص في التلات آآ اعمدة اللي جايين. بعمود امامي. بلفتين. ده العمود الاولاني. مش بكملو للاخر. التاني. ومش بكملو للاخر. التالت. معي اربع حلقات. بطلع من الكل. كده عملت تناقص في التلات آآ اعمدة. بعد كده بعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وبعمل غرزة آآ بيكو. من آآ خمس سلاسل. هعلم الغرزة التالتة دي او سلسلة التالتة. بحيز تبقى سهلة معي. اعد خمسة وادخل في اول واحدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ومنزلقة في اول سلسلة من الخمس آآ سلاسل. مش هعمل منزلقة على طول. يعني هعمل منزلقة في اول حلقة. هسحب خيط واطلع من اول حلقة. وبعد كده آآ هيتبقى معي حلقتين. هعمل كاني بعمل غرزة حشو فيها. بعد كده تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهروح على آآ اول فراغ من الفراغات هنا. انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس فراغات. في كل فراغ فيهم هشتغل آآ عمود مجمع من تلاتة اعمدة آآ من عمود بلفتين. يعني هشتغل تلاتة عمود بلفتين. ومش هكملهم للآخر. كاني بعمل تناقص بس من غير ما يكون فيه اعمدة من تحت. تالت. معي اربع حلقات على الابرة. اسحب خيط واطلع من الكل. اعمل بعد كده تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهعمل غرزة بيكو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هدخل في اول سلسلة. اسحب خيط واطلع من اول الحلقة. مع اي حلقتين. اسحب خيط واطلع من الاتنين. مع بعض. تلاتة سلسلة. واكرر برضو العمود المجمع تاني. من عمود بلفتين. نعيد العمودة تاني. كده عملت. انا قررت كده اللي عملته هنا. تلاتة سلسلة. غرزة بيكو. خمسة. يعني هعمل. هسحب خيط من اول حلقة. وهسحب خيط واطلع من الحلقتين. واحد اتنين تلاتة. واكرر في التلات فراغات اللي جايين. نفس اللي عملته هنا. عمود مجمع. تلاتة سلسلة. غرزة بيكو. تلاتة سلسلة. وعمود مجمع. هكمل هنا وارجع لكم. في اخر آآ فراغ هنا. قبل العمود بلفتين الامامي. عملت عمود مجمع. هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وغرزة بيكو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هدخل في اول سلسلة. اسحب خيط واطلع. واسحب خيط واطلع من الحلقتين. وتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهروح اعمل عمود مجمع او تناقص في التلات اعمدة دول. زي ما عملنا في البداية. هدي اول عمود مش هكمله. تاني عمود مش هكمله. تالت عمود مش هكمله. واقفل التلاتة مع بعض. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. غرزة بيكو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. زي ما عملنا قبل كده. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهروح على طول على تلاتة عمودة اللي جايين. هعمل فيهم تناقص. بالشكل ده. واكرر نفس اللي عملته. يبقى اه بشتغل تناقص في التلاتة اعمدة. تلاتة سلسلة غرزة بيكو تلاتة سلسلة. وعمود مجمع من تلاتة اعمدة اه بلفتين. وتلاتة سلسلة غرزة بيكو تلاتة سلسلة. بكرر ده في كل الفراغات. بعد الفراغ ده بعمل تلاتة سلسلة بيكو تلاتة سلسلة. وبرجع اعمل تناقص في اخر تلاتة عامدة عندي. وبين المجموعة دي والمجموعة التانية او التكرار التاني بيبقى في تلاتة سلسلة بيكو تلاتة سلسلة. وارجع اشتغل التناقص. هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم. في نهاية الدور بعد اخر غرزة آآ بيكو وتلاتة سلسلة هقفل بمنزلقة في آآ اول تناقص بدأت بيه. آآ الدور. وهعمل سلسلة امن بيها الشغل واقص الخيط. واسحب هنضف الخيوط بتاعتي وارجع اواريكو شكل المفرش ايه. دا شكل المفرش بعد ما خلص وهو كده ما اعمل له بلوكينج. آآ اتمنى يكون البطرون عجبكم واشوفكم في بطرونات تاني جديدة ان شاء الله. باي باي.